سموءل، عندما قررت أو قالت لك أنا لنا أنت تنضم لإله، لماذا قررت أن تنضم لعائلك؟ كنت أنت عايش بمخيم للاجئين، وبعدين انضميت؟ قلت له بس عندي سبب واحد أن أنا عايش بغرفة مع تماني، وهذا الحكي يعني ما صال لي شهر أنا بألمانيا، قلت له بدي أدرس، تتعلم ألماني، عندي كتاب عندي يوتيوب كذا، لما كنت قعد أدرس يعودوا يتضحقوا علي، غير بيئة، غير، وتماني بغرفة ما فيك تدرس، أول شي دعتني بس أنه أجي بالليل، نعم عندها، طبعاً لأنه بحب أدرس بالليل، كنت أدرس بالليل، وفي الصبح أرجع على الهايم، وهيك بعد فترة، بعد أسبوع، أعطي تعسكنانا، كيف كانت ردت فعل زوجك، ولادك؟ زوجي كان متشككاً في البداية، ولكن عندما تعرف إلى سامو، فعجب به، والأطفال معجبين أيضاً به، وهم يعني يجدون الأمر ممتازاً. ترجمة نانسي قنقر